أرجع لموسكو قصة تحليل موسكو والحرب في أوكراني هي مشترف سياسي أو برنامج سياسي هي تأثير في الغذاء على سعار الغذاء هي تأثير اقتصادي تأثير في حركة السياحة تمس حياتنا حياة كل من يشاهد هذه الحلقة دون أن يشعر انتهى الصيف أو يقارب الصيف على النهاية الهجوم المعاكس الأوكراني لم يفعل أي شيء جاءت ضربة قمقت القائد فاغنر هل هذا يعني لا الأوكراني يحقق نتيجة والروسي في ورطة كيف نقرأ المشهد نقرأ المشهد من الشخصي اللبناني ليش أنا أكون مع أوكرانيا مضطر أكون مع أوكرانيا أو مقتنع أنه أنا مع أوكرانيا وأنا في درس موسكو وأنتمي نفسيا وروحيا إلى هذا المجتمع الروسي أنا من لبنان عشت حياتي هيمنة سورية أعرف العراقيين عاشوا حياتهم هيمنة إيرانية ليش الدول الصغيرة بدت تعيش أزمة الجوار هذه الجغرافية الصعبة ليش بدت تلتغى هويته بيطلع حافظ الأسد ويقول ما بينه ولبنان وسوريا لم نكتبه نحن بل صنعه الله بيحطه عند رب العالمين ولكن بيلغي الشعبين ليش إيران بدت تلغي الهوية الوطنية العراقية وتسيطر على حتى طموحات البسيطة للفرد الشيء في العراق لماذا فلاديمير بوتين بده يلغي أوكرانيا من التاريخ مع العلم أن الدولة الأولى اللي اسمها كيفسكي روسي أسست في أوكرانيا يعني ألف سنة من التاريخ الروسي للروس بدأوا في أوكرانيا فالقوة والجوار يعني الجوار صعب ولكن قوتك لا تفرض تفرض علي أن تلغي تفرض علي تفرض إلغائي من هون كان من الطبيعة أنا كلبناني عشت الهيمنة السورية إطلعوا أشعر بالأوكرانيا الذي يعيش نفس الهيمنة طيب كيف تفرض فإذن يجب أن يقتنع الإيراني والسوري والروسي وحتى التركي وكثير من الدول أنه مثلا العراق لا يحكم من إيران ولكن لا يحكم ضد إيران لبنان لا يحكم ضد سوريا ولكن لا يحكم من سوريا وتركي وكييف الخطأ أن تحكم كييف ضد روسيا ولكن شعب أصيل لماذا يحكم من روسيا أنا حاجي لإيران لأن إيران في كل محاور فهذا كان الموقف السؤالي لك الآن تعثر الهجم المضادة أسكريا تعثر هجم المضادة عندك مقتل قائد فاقنر الذي كان بمثابة تحدي للرئيس فلادوميبر بوتين كيف أستطيع أن أقرأها أنا كمشاهد أو مشاهدة كيف أفهمها عشان أعرف تداعياتها في أسعار الغذاء تداعياتها في أسعار النفط تداعياتها على السياحة على الأشياء هذه كلها بداية تعثر الهجوم المضاد ولكن حول بوتين من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع فإذن الجزء الأول من العملية الخاصة انتهى بهزيمة الهزيمة تدرجت أنت وصلت إلى أبواب كييف ولم تدخل ففشل الهجوم أنت انسحبت إلى الحدود التي تريدها أي الأقليم التي تريدها أغلبية روسية فأنت هزمت في جزء من المعركة والأخطر على الرئيس بوتين أن الأوكراني الذي كان يدفع الآن يهاجم فشل الهجوم قد يكون هناك هجوم آخر ولكن هجوم مستمر يعني قدرة أوكراني على هجوم مضاد مستمر من الربيع إلى نهاية الصيف قد يحدث اختراء وقريبا جدا وأيضا الجبهة الداخلية للرئيس بوتين مزعزعة يعني صراع الأليغارشيا وصراع السيلافيكي السيلافيكي بمعنى أجهزة القوة الدفاع والأمن وصراعهم الداخلي يخرج زعيم ميليشيا في روسيا يتخطى الحدود في لحظة كان هناك رأس في واحد في روسيا يصبح هناك رأسين دولة مركزية مبنية على على اسم فلاديمير بوتين يخرج شخص ويقول له أنا منافس يضطر إلى إنهاءه بطريقة ما بدون منتهم نقول قضاء وقدر بس بروسيا ما في شي قضاء وقضاء وقدر إذن عندك أزمتين أوكرانيا في موقع الهجوم وهذا علامي أوي والجبهة الداخلية عن بوتين في موقع المضادع وفي موقع الدفاع فإذن الفكرة الهجوم على أوكرانيا الأساسية الجوهرية فشلت كيف سيكمل الرئيس بوتين هل يستطيع أن يواجه العالم وطبعا الولايات المتحدة ليست جمعية خيرية هي انتظرت هذا الخطأ وحولت كان بوتين يحتل أوروبا بأنابيب الغاز ففشل باحتلاله فهزن في دباباته ويتم استنزافه الآن ليقول له أن ما كنت بدك تعمله في أوروبا انتهى وعادة الولايات المتحدة تسيطر على أوروبا وتعيدنا إلى أفكار الحرب العالمية الحرب الباردة ولكن من دون خصم حقيقي الخصم الحقيقي في الصين تسيطر على أوروبا تسيطر على أوروبا ترجمة نانسي قنقر